في خضم كمي المهام التشريعية التي تواجه البرلمان والتي تمثل الموازنة أبرزها وأكثرها أهمية تبرز أزمة منصب المجلس التشريعي كعقبة تسهم بتعطيل عجلة سن القوانين حيث يتعثر حسم منصب رئيس البرلمان بانخلافات السنية وبالشروط التي وضعها الإطار على بعض المرشحين على نفس المرشحين في جلسة اختيار رئيس البرلمان الأولى التي ردت دعوى إلغاء شرعيتها المحكمة الاتحادية تتحرك الأطراف السياسية في حواراتها لتكوين اتفاق سياسي جامع لرؤية السنة والإطار التنسيق المستقبلية حول الشخصية التي ستشغل فراغ منصب رئاسة مجلس النواب القضية تبدو نوعا ما معقدة أن القوة السنية لغاية الآن لا تتفق ولم تتفق على شخصية محددة وبالتالي يعني الإطار التنسيق والقول الأخرى المنضوية تافة دارة الدولة هي مضطرة إلى أن تتفق مع القوة السنية لاختيار شخصية بديلة لسيد الكريم ولكن أنا أعتقد القضية لغاية الآن هي يمكن أن تحل إذا كانت هناك بالفعل إرادة الأحزاب السنية المعنية بهذا الاستحقاق السياسي هي من عطلت انسيابية تنصيب رئيس البرلمان بعد أن اختلفت في عملية ترشيح الأسماء يقول مراقبون بينما الإطار التنسيق قد وضع عدة معايير لطرحي شخصية الرئيس عليها حال اتفاق المكون السني أي قبل الذهاب إلى تحديد موعد لجلسة أخرى الكتل السنية لم تتفق اتفاقها ممكن أن يفضي إلى ضوءا أخضرا للإطار وحتى الكتل الكردية هي مع قناعة البيت السني إذا اختار شخصا مناسبة أنا أعتقد الكل سوف يذهب باختيار هذه الشخصية الإطار لم يطرح شروط تعجيزية بل طرح بعض المعايير التي قد تكون متوافقة مع قناعة الكتل السياسية باختيار نوعية الشخصية وتمضي الكتل السياسية في مباحثات الاتفاق على اختيار شخصية رئيس البرلمان بعد أن تعثرت لمدة تجاوزت الأربعة أشهر في حسم هذا الاستحقاق أحمد ليث بغداد قناة الرابعة